اشتركوا في القناة بضلاً عن أن مخاطر وقوع المشترين تحت طائلة القانون أكبر بكثير من المخاطر التي يتعرض لها البائعون صحيفة الراي الكويتية عنوانة سامسونج تطلق ثلاثة ساعة جديدة من جير طرحت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات ثلاثة أجهزة جديدة لللياقة البدنية وهي جير سبورت وجير فيت 2 برو وجير آيكون اكس وتم تصميم أجهزة سامسونج الجديدة لمساعدة المستهلكين للاستفادة من يومهم إلى أقصى حد ممكن ومساعدتهم على تحقيق حياة صحية ومتوزنة وتساعد أجهزة جير الجديدة على إنجاز مجموعة من الأنشطة بدءاً من تتبع اللياقة البدنية المحكمة والتغذية المثالية ومراقبة النوم فضلاً عن التدريب التحفيزي المناسب لنمط الحياة إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنوانت تحديث جديد لتطبيق جوجل كونتاكت أطلقت شركة جوجل تحديث جديد لتطبيق جوجل كونتاكت على منصة أندرويد والذي وفر للمستخدمين الكثير من التحسينات التي من المفترض أن تجعل عملية استخدام التطبيق أكثر سهولة ويسر صحيفة الوطن عنونة فيسبوك تطلق تطبيقاً لرصد الأحداث الاجتماعية أعلنت شركة فيسبوك عن إطلاقها تطبيق إيفنس ويعنى التطبيق بعرض الأحداث والفعاليات الاجتماعية في المحيط القريب من المستخدم بالإضافة إلى أنه يساعد المستخدمين على اختيار الشركات والمطاعم ويسهل تطبيق ما يجب القيام به قبل وبعد الحدث كما يعمل التطبيق على عرض الأحداث والأماكن التي يرتدها الأصدقاء صحيفة الوئام السعودية عنوانات أبل ستطلق آيفون XL بشاشة أكبر العام المقبل أشار تقرير حديث إلى أن شركة أبل ستطلق نسختين جديدتين من هاتفها الرائد آيفون X الذي حقق إقبالاً كبيراً من حيث الطلبات المسبقة أحدهما نسخة محدثة للهاتف الحالي آيفون X والثاني بنفس التصميم لكن بشاشة أكبر حجماً ترجمة نانسي قنقر